اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فا فتح فا همزة كسرة ايه فا ايه فا ايه فا ايه سال فتح ذا فا ايه اخرج لشانك في الزال اخرج الزال طرف اللشان مع اطراف الثاناية العليا فا ايه فا ايه الف شكون ماده طبيعي الف شكون ماده طبيعي فا ايه فا ايه فا ايه فا ايه ننضمن فاكسر في نوفي خفتح خ نوفي خ فإذا نفي خ في إذا نفقه في إذا نفقه فأكسره في يأسكون مضيطبيعي في فإذا نفقه في فإذا نفقه في فإذا نفقه في همزة وصل وسط الكلام لا تنتق احسنت لمسكون كاميرية صح كاميرية ام شمسية 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 لانها ليس عليها شيء اللام عندما تكون عارية من الحركة تكون شمسية مضغمة ويكون الحرف البعدها مشدد الحرف الذي يكون بعد اللام يكون مشدد يبقى فيس صاد شده ضم فيس صاد شد ضم فيس صو فيس صو ويسكون ماذا طبيعي ويسكون ماذا طبيعي فيس صو فيس صور روى كسراري رى كسراري فيس صوري فيس صوري فإذا نفخا فيس صوري فإذا نفخا فيس صوري فاق نون فتحان ايه? فاق سكون مع الهمس? فاق مع الهمس? مع الهمس? نف. نف. مخرج الفاق من بطن شفة السفلة مع اطراف الثانية العليا. نف. نف. خوا فتح خوا. خوا فتح نف خى. نف خى. ذا دم playable ذاون. تا دم playable ذاون. نف ختون. نفخة 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 واو فتحة وا واو فتحة وا نفخة وا نفخة وا إضغام بغنى لوقوع الواو بعد التنوين والواو من حروف الإضغام بغنى المجموعة في كلمة ينمو نفخة وا نفخة وا ألف سكون مدى طبيعي ألف سكون مدى طبيعي أو ألف صغيرة مدى طبيعي ألف صغيرة مدى طبيعي نفخة وا نفخة وا حكس راحي واحي حي حرف الالحاء يخرج من وسط الحلق ثم لوسطه فعينه انحاء لا أنت تنطق الحاء خطأ واحي واحي حي يكون في الحاء بحة واحي واحي دا الفتحة دا دا الفتحة دا واحي دا واحي دا تا ضمتين تن تا ضمتين تن واحدة تن واحي دا نقف عليها بالهاء نقف عليها بالهاء واحي دا واحي دا واحي دا واحي دا الهاء من اقصى الحلق ثم لأقصى الحلق همز هاء واحي دا واحي دا واحي دا نفخة واحي دا نفخة واحي دا نفخة واحي دا نفخة واحي دا ما زالت الحاء عندك هاء واحي دا واحي دا حي واحدة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة لا ما زالت الحا عندكها واحدة واحدة فإذا نفخ في السور نفخة 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 واحدة هتلبح في الحاء وحي حي واحدة فإذا نفخ في السور نفخة 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 واحدة أحسنت يا صلى الله قوله تبارك وتعالى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وهذا عندما ينفخ الملك المؤكل بالنفخ في السور في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية نفخة البعث والإحياء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التكم صاحب القرن القرن وحن جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر بالنفخ في السور فينفخ فيكوم الناس ويبعثون ويخرجون من الكبور حفاه عراه كما ولدتهم أماتهم غرلا محجلين من أثر الوضوء فإذا نفخ في السور نفخة واحدة اقرأ فإذا نفخ ريد اقرأ فإذا نفخ فإذا نفخ في أقرأ فإذا نفخ في السور نفخة واحدة لا ما زالت الحاء عندك واحدة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة